في سياق آخر تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 562 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت 913 طن وفي مجال حجب السلع الستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 136 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأرز الأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض فتم ضبط 697 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع فتم ضبط 70 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 10 أطن أسمنت في مجال قضايا المخابز تم ضبط 926 قضية من بينها 234 قضية خبز ناقص الوزن و236 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر